أعزائي المشاهدين تابعنا طبعاً عبر شاشة قناة النادي الاهلي مبارح تتويق فريق الكرة الطائرة السيدات بكأس مصر ليحصل على الدوري والكأس وشفنا طبعاً في المباراة حضور رئيس نادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وده اندلف يبا يدل على اهتمام النادي بكل ألعابه سواء رجال أو سيدات ومن هو بيقف مسافة واحدة مع كل ألعاب كابتن محمود الخطيب مبارح كان فيه لمسة جميلة جداً الحقيقة كرئيس النادي الاهلي أنه طبعاً اجتمع مع لعبات النادي الاهلي وأيضاً اجتمع مع بنات نادي السيد كان كل توجهاته أو كل توجهاته مع بناتنا في النادي الاهلي أن المكسب مش هو هدف النادي الاهلي الرئيسي طبعاً المكسب مهم وأن احنا بندور على البطولة ولكن الأخلاق والقيم والمظهر واحترام المنافس هو من أحد أقوى الأهم أو أهم الأسباب أو أهم الترجط بتاعنا في الرياضة خلينا أقول لحضراتكم أن حتى دي علق عليها الكابتل حمدي الصافي النهاردة على صفحته للمدير الفني للفريق السيدات اللي بنقول له طبعا ألف مليون مبروك وبنقول للبنات ألف مليون مبروك اللي الحقيقة الكابتل حمدي الصافي النهاردة قال أنا مش هتكلم عن الفوز بالبطولات والانتصارات وجاب سورتين للكابتل خطيب وهو واقف مع بنات النادي الأهلي وأيضا لعبات النادي نادي الصيد وقال أنا مش هتكلم عن الفوز بالبطولات والانتصارات السورتين دول بيوضحوا المعنى الحقيقي للرياضة التنافس الشريف وجبر الخواطر المتمثل في رئيس نادينا المحترم والأسطورة الكابت المحمود الخطيب شكرا على دعمك لكل فرق النادي وفي نفس الوقت التأكيد على مبادئنا وقيمنا في تهنئة المنافس دائما أبدا النادي الأهلي زي ما قلنا جيل بيسلم جيل بنتوارث هذه القيم ومش هتلاقي احترام المنافس بهذا القدر إلا في النادي الأهلي والحقيقة يعني زيارة كابت المحمود الخطيب مبارح لمبارات أو نهاية كأس طائرة سيدات كان ليه أثر إيجابي جدا جدا على البنات والحقيقة طبعا عملنا